مرحبا. وانا دلوقتي هفتح الفايل اللي كان في الاودة. اه ده الفايل تقريبا في الاودة اهو. ماشي. ده الفايل اللي في الاودة هتلاقي اصلا يعني مش اقول لكم فيه يعني ما فيش مشكلة في الماتيريال هتلاقيها زاهرة كلها عادي. حتى لو طلع او دي ببقى صورة او حاجة ما تراقعتش معانا ايه معادي. صورة واحدة. غير ما هيبقى فيه مليون صورة ناقصة. هو هنا بيعمل اللودينج. اللي معهوش ماكس الفين اربعة وعشرين هتلاقي علامة اللودينج دي مش بتزن. دي اضافة جديدة في ماكس الفين اربعة وعشرين. اوكي لبي اعمل لودينج بس. طيب هو دلوقتي هو اعمل اه الدنيا طالع صودة شوية. ده بيبقى هو اعمل يعني هو خلينا في الستاندرد كواليتي من هنا من ستاندرد بختار على ستاندرد كواليتي. بشوف الشكل ايه بتاع الاودة من غير هاي كواليتي والكلام ده عشان سعب بيبوز الشكل. طيب. وده صودة رندر يا باشواندس ولا ده الويندو بتاع 3d ماكس العادي. كمانه وطالع بألوانه كده. ما ده 3d ماكس العادي. بس ما حتوط له بقى. ايه مع الوان? ايه معه ده في ماتيريال. طيب انا دلوقتي ببتدي اجمع اللي انا عايزه. مسلا انا هاخد السرير. مسلا. مسلا اخد الاودة كلها. ايا كان اللي انا عايزه اجمعه. يعني اجمعه. يعني انا جيت مسلا اعايز السرير ده من القوضة دي. السرير بس. اعمل ايه? اجل اشوف الكمونة بتاعت المكونة للسرير. المرتبة. اللي دهر السرير. الكلام ده كله. ابتدي ااخده معايا. كاميرا. بدوس حرف السي عشان اشوف الكاميرا. يعني ده حرف السي ده كده ده المنزور من وجهة الكاميرا. هنشرح الكاميرا عن متن وهنشرح كل حاجة. سانا دلوقتي في السرير. لو دوست حرف البي خلاص انا روحت البي خلاص. ولو دوست زد انا بقرب على المكان اللي ما اعمله بمعنى. انا مسلا عايز السرير ده. انا ممكن اللي انا ارجع وراء. واشيل السقف ده. مسلا. وبرضو هنا ايه? معمولة الهاي كواليتي. وبيحاول يرندر كده او بيعمل الهاي كواليتي. اللي انا ستاندرد. ماشي. وابتدأ اخد السرير انا عملت هايز للسقف اخد السرير بقى. اخد بقى الايه? المرتبة واخد الحاجة. اخد المخدات. اخد السرير. ماشي. ايه تاني مخدتوش او المخدات دي. بتفضل دي سموف وتتكى على كل حاجة ولا بتدوس حاجة معاه زي شيف. نا كنترول. كنترول. قلنا عليها صح? نا مش فكرة. كنترول وبختار كازا حاجة مع بعض. تمام? انا كده اختارت ايه? الشكل. اعرف ازاي الشكل مزبوط بروح ايه محرك كده. لو في حاجة متسابعة تلاقي المخدات ما تحركتش. يعني انا وصبت المخدات كده. لابصوا المخدات ما تتخدتش. فبقى بقى اروح اراجع تاني. بص قبل ما سيب الكليك بتاعت الحركة. ولو انا اتحركت كده. انا مثلا ايه عملت كده. ولقيت المخدات مش معايا. فانا مش عايز احرك للسرير. انا عايز احركه بالمخدات عشان يبقى ايه انا واخد نفس الترتيب. فانا دايس كليكي مين قبل ما شيل ايه دايما على الكليكي للشمبان. بصوا? بس شون سويت يعني من سلكت على اوبجة يعني على شي بالخطأ شون سويت لها مثلا يعني ان سلكت. لو سويتش. مثلا عملت سلكت اللي ده. وانت بتحرك اقول لقيت حاجة زيادة. دوس قلت. بس كده. اه طبعا. يعني الت تلغي الامر. الت. الت بيلغي الاسلكتشن. بعكس الكنترول. كنترول والالت. كنترول اللي هيختار تزود الاختيارات والالت بيشيل الاختيار. يعني عايز تعمل الت. تشيل المخدات تشيل اي حاجة. اهو. راح مبرس. وطبعا هو الشكل عامل كده موريني بتاعته. عشان المفروض زهرة. بس هنا هنا. المفروض ديفولت شايد. اه هو هنا زهرة. هو لعب هنا في كزا حاجة في الشكل. اه. يعني هو لعب شوية في الحاجات اللي هي ايه? اعمل الحاجة في سيجمانس بتاعت الشكل. ماشي? فانا بشيلها عشان عايزة اواريكم للحاجات اللي انا مختارها. تمام? انا كده مختار الشكل بتاعي وممكن اعمل جروب. واسميه سرير. بصوا بقى انا هعمل ايه بقى? انا كده اخدت السرير ده. اوكي. اقول له فايل. فايل. واقول له. سيف سيلكتد. سيف. اعمل سيف اللي انا مختاره. اقول له سيف سيلكتد. واسميه سرير. ايه دي شابع الكوبيبست. وسيفت. تمام? واروح على الماكس بتاعي. بعد ان ما اعمل كوبيبست. شايف اللي هي عادية خالص يعني. ولا بلوجين ولا ايه حاجة. فايل. اروح ده الفايل اللي في الغرفة. اقول له امبورت. اقول له ميرش. سرير. واروح بقى على الفايل اللي اسمه سرير. ماشي? اه. وادوس عليه كده. اقول له اوكي. هياخد وقته بس كده. بقى كده يدخلولي يعني. ليه ساعات لما بفتح بلوكس يا بشواندس بتبقى مثلا من غير الشيدز اللي حاجة بتظهر لك دي بتبقى حاجة كده يعني ملهاش اي الوان اصلا. بتبقى بلوكس جاهزة ده. اقول لك دلوقتي. انت اولا المابس انا بص شوف بس الحركة اللي انا هقول لك عليها. سواني. وليه ما عملش امبورت. وكده. او اعمل له على فكرة امبورت. عرفت ازاي? شايفين النام هنا عند الكالر? سرير. سرير. طب انا لو عملت هنا بقى تولز عشان ما اخرجش برا الصين. ما اعمل تولز واقول اللاين. واللاين هنا. خلاص? واقول له في ال اكس والواي والزت. او فبلاش الزد خلاص هو وظهر قصادي. ان شاء انا مش محتاج الزد. او لو عملت الزد عادي برضو وانقلو انا بقى ايه على الارض. شوف انا زاهلي بقى البلوك هنا ايه? من غير شفت مين اللي كان بيقول عالكونفجر. اه انا. 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 كان بيقول عالكونفجر باسز. لا. في حد قول. في باش موادس. طب قول عالكونفجر باسز. على ما عملتش وزيء اه 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 السناب شغلها فامقارفاني ماشي ايه في البقى السناب اه اه ما عملتش وطالع لي اول حاجة بالماب بتاعتها ايه ليه عشان همساقفها في الفولدر جب المباتل حاجة فاما بالنسبة اللي افتاحها في اي وقت مش هلاقي اي مشاكل ودي عن تجربة يعني تجربة مريرة يعني في الموضوع ده ويا ترى لو حيت مثلا بعد ما خلصت البروجيك بتاعتك مسحت مثلا الفايلود الفايلز اللي كانتين هتتشغل اه طبعا يعني لازم تحتفظ بيهم جنب الفايل بتاع المشروع على طول يعني بزرط انت لو نعلتيهم من مكانهم لو نعمل كونفجر باسز زي ما الناس بتقول يعني كونفجر باسز باجي هنا واقول له اه كونفجر بروجيكت باسز بعرف له المابس بتاعتي موجودة فين من اكسترنال فايلز واقول له اد وادور على الفولدر اللي فيه المابس اللي هفتح هلاقي فيه المابس يعني لو رحت على الفايل اللي انا كنت حطه فيه انا مش فاكر كنت حطيتها فين في الايقة في الايقة في الديقة وورك وي دي كور وي هدور انا اجي بقى اقول له والله انا عايز اعرف ده اللي في المابس دي اقول له يوس باس انا مش هعملها انا مش هعملها انا بقى من نسبالي انا كده تمام طيب معنى كده بقى لو حبيت لو حبيت اللي انا اجيب مسلا اه خلينا نرجع للبلوكات لو انا جيت وروحت عايز مسلا بيدروم مسلا زي دي واجيب مسلا اه اي حاجة فيها عايز اجيب البرواز ده اللي في الماب دي معنى كده عامل ايه لو انا عايز اجيب اي حاجة بالقودة دي مسلا خلاص انا خدت السرير بس اعمل ايه اجي بقى اخد المابس بتاعتي احطها في نفس الفولدر اللي انا ايه حاطت فيه فايل الماكس برضي فاعمين حاجة ودي احسن طريق حتى لو الفايل كبر مني يبقى جيجا او اتنين جيجا مش مش للقضية انا من نسبالي بقى ضامن كلها موجودة والمابس كلها موجودة خلينا بص كده اي فايل بقى ناخد منه اي حاجة نعم يعني مثلا عايز اخد الكورسي ده مثلا من الفايل هنا بعمل ايه ده فايل ده واحد اتنين واحد تمانية سبعة واحد تلاتة اربعة او واحد اتنين تمانية واحد سبعة تلاتة اربعة لا فين اهو اهو ده اخده كبير خلاص واروح على وورك مسلا واروح على واروح على الفولدر بتاعنا بحب مسلا نظم شغلي يبقى موجود كل حاجة في الفولدر بتاعها مسلا اسم العميل اسم الدنيا هعمل ازاي ماشي انا مسلا هحط هنا حطته هنا خلاص ده الفايل ده عايز منه كذا حاجة ماشي انا عمله اعمل له اعمل له اكستريكت تو باعمل ده من اكستريكت تو واسم الفايل عادي بحيس اللي انا ما يبهدليش المبات على بعض هنا خلاص اهو الدنيا انا سيفت مسلا الحاجة فين سيفت الغرفة بتاعتي في الفولدر ده لو فاكرين لو انتم جيتوا بصيتوا اتلاقي عندي غرفة ايه صح غرفة ايه ايه لو انا جيت اخد بقى المابس دي اخد المابس بقى كلها دي هنا اخدها كده كلها كنترول كابي وحطها في الفولدر ده بما اني هستخدم كذا حاجة مسلا من القوضة التانية دي وحطها في الفولدر اللي متساك فيه الغرفة دي كنترول فيه خلاص لو او بيست طيب ليس قول ما عليش تباش بان هو فين الفولدر فين الفايل بتاعنا هنا الفايل بتاعنا انهي واحد فيه غرفة غرفة اه يعني يعني في نفس يتحط المبات كلها في نفس الفايل اللي هو الماكس بتاعنا بالزبط كده خلاص انا حطيت الماكس كلها هنا ساعتها لما اجي امرج بقى اي حاجة انا هفتح القوضة بقى التانية خلاص انا مش عايز القوضة دي فت منها السرير بس مسلا اعمل ايه عايزة تسيد اقول له لا ما سيفش ماشي انا فريدت ايه عملت السرير اروح بقى ايه على الفولدر التاني اللي في الغرفة التانية اهي وافتح اوكي خلاص انا فتحتها تخلي بالكم انتم ممكن اصلا انتم بقافلين الفايل بتاع الغرفة التانية اللي احنا شغالين فيه وتفتحوا كذا غرفة وتعودوا بقى تسايفه سرير اه برواز اه تقودوا تسايفه تجمعوا الكمبون انتم تحت القوضة من كذا فايل يعني انا مسلا جبت الكرسي ده انا عايز ده حلو فايل سيف سيلكتد واسميه كرسي ماشي اسايفه ان شاء الله حتى فين في الفولدر انا اشغال فيه ده واسمي كرس مس سيف اه والله ممكن اخد ايه تاني اخد مسلا الحيطة اللي هي دي بالدولاب ده هي اصلا معمولة كجروب لوحدة اقول والله انا عاقباني دي فايل سيف از سيف سيلكتد واسميها مسلا اه حيطة اسميها اي حاجة حيطة خلاص اعجبني مسلا اللي فوق في السقف اعجبني السقف اصلا ممكن اخد السقف كده بالحاجة بتاعته اه بحاول على المجنيت اه مسلا اخد دي واخد المجنيت هو ليه اللي علق اه 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 هو اخد المجنيت الاول انا بقى 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 بلعب اخد مسلا المجنيت اه واخد معاها السقف مسلا عارفين المجنيت صح حد ما عارفش المجنيت دي تراكات مجنيت ماشي بتقدر فيها يعني اللي انت عايزه بقى فيه كزا اشكال اضاءة منها فيه الاضاءة اللي هي بتبقى ماشي حديثة ماشي حديثة ماشي حديثة نازل اه التراكات دي المجنيت دي طالع في كده ممكن اصلا ما تعملش نجف وتعمل تراكات مجنيت هي جديدة شيك بتبقى شيك وحلوة وكل واحد يزوقه يعني ممكن واحد يقول لك انا عايز نجف واحد يقول لك انا عايز تمام انا عملت مسلا خط ده وسميه وسميه سقف خلاص خلاص انا كده اخدت الحاجات اللي انا عايزها اروح ايه احلى بنفع ناخد ايه نعمل ونعمل وقال على مشروف السقف بقى ممكن ايه لو هو مش متوافق مع الحجم ده بنقدر نعمل من ايد بولي بس انا مش هتشرح دلوقتي ازاي هنعمل لان احنا لسه ماخدناش ايد بولي هنرجع للقودة دي تاني ونرجو زي ممكن نعمل السقف نخليه على ايد بولي مظبوطة مع المساحة بتاعتنا بلاش الاسكيل الاسكيل بيعمل بيمط وبيخلي حاجات بايزة لازم نعمل حاجة صحة بالأيد بولي تمام انا كده دخلت السرير اقول له والله فايل عايز بقى امبورت امبورت اممرش بقى ايه مسلا ناخد الكورسي خلاص او بختار بقى العلامة دي ده اسم الكورسي بتاعنا لو اسمه جينج جينج اقول له اوكي مجرد خلاص بصوا كده او كده ايه دخل معنا فانا اقول له وانلاين من غير ما اروح له بقى ودوس زد وكده اعمل له هنا على او زهر معي او اعملت له بقدر احركه وهنقله بقى ارفعه بقى بالموف شايفين الحاجة بتجيلي بالماتيريال ازاي يا جماعة شايفين الحاجة ما بتجيش ابيض في الظرف الليل لو ما عرفتش الماتيريال الحاجة هتيجي ابيض واسود لان احنا حضينا خلاص دي التركاية اللي انا بحب استخدمها ما بحبش هستخدم الطريقة التانية بتاعت عشان لقيت فيها مشاكل كتير واكيد لو حد قال اكيد قابل المشاكل اللي بقول عليه ماشي ممتازة اه اخب بقى اي السقف اللي انا عايزه اخد الحيطة مسلا اخد الحيطة اعدي الحيطة اقول له اوكي اقول له خلاص هي دخلت معايا هوق اتغير الاسم اقول له وانلاين واعتلي هنا انا كده اخدت الحيطة بالماتيريال بتاعتها بدنيتها ظهر معايا ابتدي بقى ازبطها هل بقى الصح الصح لو انا عايز اخليها هنا ازبطها كده وعمل بصوا اللي حصل الاشكال فقط اتهويتها بصوا كل حاجة بوزت يعني تلاقي الشكل ايه ما بقاش طبيعي فيه ناس بتعمل كده وده غلط فيه ناس مثلا ما تبقاش عندها وعي بالموضوع الاسكيل ده بيبوزت دنيا الموضوع ده لازم يتعمل له حاجة اسمها ايدت بولي نزبط بقى الاسكيل بتاعنا بالايدت بولي وده اعلمه لكم لما ناخد الايدت بولي تمام طيب ده كده مبدئيا طب استاذ الترتيب الصح بالشغل انه احنا نبلش ايش يعني اول اشي اضاءة وشو اسمه ولا عادي يعني كله مع بعض الاول انا خلاص انا بنيت الحيد بعد كده بفرش بعد كده بزبط الماتيريال انا فرشت هنا الارضية دي لسه ما اخدتش الماتيريال ابتدي اعمل لها ماتيريال او الارضية دي مثلا مش عجباني كممكن اخدها من الفايل ده شايفين الفايل ده او فيها ارضية وسجادة فانا ممكن اقول له ايه افايل وايه اقول له safe selected اقول له ارضية وسجادة ارضية لس سجادة خلاص ويه اسايفها هنا انا ببتدي افرش احط اكني بفش اوضة بجد ببتدي بقى احط ايه ابلط بقى الدنيا سراميك اللي هو الماتيريال بتاعتي احط بعد كده السجادة احط السرير تمام امرش واخد ايه الارضية والسجادة اعم اللي اتنين دول اعمل لهم control واعمل select اللي اتنين او ادوس all يعني او ماشي اختار حاجة ادوس all وادوس اوكي وعمل لهم tools وanline هنا تمام اوكي هنا بقى الارضية بالedit وشغل الماتيريال واليوفي ماب اقدر ايه اخليها بتساوي الارضية طيب احنا هناخد الedit bully النهاردة اه هناخد الedit bully النهاردة واحدة واحدة هنفهم الedit bully وبعد كده هنرجع للارضية والسجادة والحيطة هنقدر نوظفهم ازاي بحيس اللي احنا نعمل شغل مزبوط والسكيل بتاعنا مزبوط وندخل الدنيا تبقى شكلها حلوان وازاي ممكن ايه اعلمكم ازاي تبقى الوحدة واحدة كده احنا هنرديني عارفة مثلا ان السرير ده محطوط على الارضية دي او الكورسي ده محطوط على الارضية دي اه هقولك بقى انا اخد الكورسي اهو مثلا والارضية والسرير وراعمل الedit cue انا كده خلاص عزلتهم ببتدي ازبط بقى السرير بتاعي شوف انا بلف حوالين السرير ازاي ببتدي اخد السرير اهو وابتدي ايه اعليه بقى بالروحة بحيس اللي انا ايه? اشوف اللي هو في نفس الوقت. ما يبقاش في فرق ما بينه وبين الارضية. فلما اجي اعمل ريندر ياملي شاده تحت السريب. والشكله ما بقاش طبيعي. في نفس الوقت ايه? بلمسه هو. شايفين بلمسه? ممكن استخدم الالاين? اه والله بص انا بعملها مانيول. عايزين استخدمه الالاين بس الالاين هل هتزبط مئة في المئة? يعني اجربه. اجربه. ممكن احرك البيفود ما للارضية? وانا احرك البيفود لي? انا مجرد بقى هو بالمفتول. بقى بص هنا ما بينهم وبين الارضية. وانا استخدم طريقتك اول شيء ازال لكت. بعدين اروح على الرايت او الليفت واشوف. بلفي حوالين الشكله وببتدي ازبط الارضية او ازبط السرير. تمام? بس كده. ثاني بس يا جماعة فيه تليفون تعريبا يعني بس في حد كان يجيب لي حاجة. ثاني واحدة. طيب خلينا نرجح تاني. ادي سرير وادي ارضية وادي الكرسي خلاص احنا زبطناهم. هنتعلم بقى حاجة اسمها ايد البولي. هنخش واحدة واحدة ونشوف ازاي نقدر نعمل الارضية كده. ليه بقى? انا بقول لكم ليه بالايد البولي? لانكم لو جيتوا بالارضية بالشكل ده. وعملتوا كده انتو بقى وشوفتوا الشكل الارضية ازاي? يهمة بقى وتزبطوا اليو في ماب بتاعك. هقلمكم كل الكلام ده واحدة واحدة. وايه? نخش كده على فايل جديد. فايل. ونرسيت. ونتكلم على ثلاث. بعد كده نرجع نطبق عليه على الغرفة. تمام? اه دلوقتي عندنا هو. لو احنا جبنا بوكس. احنا خلاص قلنا على الاشكال السري دي. خلاص? اللي على الاشكال السري دي. لو انا عندي بوكس اهو. بخش عايزة ايدت عليه. يهمة عمله ايدت بولي. يهمة عمله اكونفرت تو ايدت بولي. لو انا عملت له انا لغيت اللي انا عدل عليه. اه كهيت او اي حاجة. خلاص? ولو انا عملتوا ايدت بولي كده على طول. اه سوريا اعملتوا ايدي. لو انا عملتوا ايدت بولي. بس برضو اه اعملت ايدت بولي اهو. ضفت ايدت بولي عليه. بقى عند البوكس هنا قدر اعدل عليه ببطل. طيب. ساعت بعض الحاجات بتبقى مختفية في الايدت بولي. يعني احنا هنا لو عادنا نقفل كده. هلأ يوم خمسة اوبشن. ممكن نعملهم على الايدت بولي. تعالي نلغي كده. بنعمل ايدت بولي لو هي هي ما ظنش اللي هي هي. خصوا كده. بقى في ست اوبشنز معاين. يعني في اوبشن كان ناقص لما بنعمل ايدت بولي على الشكل. بهمتوا? زي كده لما كنا شغالين وعملنا ايدت بولي سيجمنز او اه ايدت قضي سبلاين. كانت ايدت بول سبلاين او ايدت سبلاين. طيب. تعلينا ايدت بولي. خلاص احنا قولنا خلاص مستقرين على الشكل. هي عمتها مش تفريك كتير غير في الاوبشن اللي بتنقص. اه احنا لو جينا هنا ايدت بولي فاحنا متقسمين لكزا حاجة. شبه ايدت سبلاين. ايه هي الحاجات اللي انا بقول عليها دي. النقط مكونة للشكل ودي اللي هتلاقيها في الاركان. دي النقطاي. مجرد اللي انا عملها واحرق. انا بقدر اغير في شكل البوكس. شايفين انا بغير في شكله بطريقة سالسة يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه. او في الزد او في غيره. وفي عندنا ايدش اي نقطة اي نقطتين ما بينهم ايدش. خط بتاعنا. زي كده بتاعت وعندنا البوردر. البوردر دي مش تزهر معنا في الا ما يكون في فتحة. يعني انا لو جيت هنا خلينا دي اللي هي المربعات المكونة للشكل. بلانينا الشكل بتاعنا مربعات. لو انا دلت دي. ويه جيت على رجعت على البوردر تاني. عملت فانا اخترت البوردر اللي هو الحدود بتاعت الشكل عن طريق الفتحة دي. يعني هو مجرد ما فيش فتحة مش هقدر اختار البوردر. واللي هو ما الاجيات اللي ايه? اللي حوالين اللي شكل. يعني انا لو حبيت اختار البوردر. ممكن اختار الاج. واقعد اوز كنترول واعمل اج و اج و اج و اج. انا اخترت اي ايه? عملت اختيار بوردر على طول. طيب عندنا الاليمنت الاليمنت دي يعني الشكل ككل. يعني ممكن تحت زل في عندنا شكلين بمعنى. لو انا جيت كده. رجعنا لغرفة بتاعتنا هنا. تمام? لو انا جيت لغرفة بتاعتنا دي. وروحت على ايدة بولي ها. وروحت على فانا لو انتم فاكرين كنت ضايف حاجات او. ده بقى اليمنت الواحد. شايفين? وده شايفين? وده وده اللي فوق هنا اللي كان فوق ده. وده يعني القوضة دي كلها على بعض مكونة من مجموعة. طالما الجسم مش لازق في التاني. ومحطوط بس بمحازاته. ده جوه الايدة بولي بتاعها. خلاص? طيب. انا دلوقتي. دلوقتي. لو انا مثلا بصيتلي القوضة دي. تعالى نطبق كده بايدة بولي. انا دلوقتي. الشكل ده. انا عايزة اخليه مربع. صح? جميل. اول حاجة عشان نتيجي تعمل تعمل في الايدة بولي. الاول بتشوف شوف بقى ايه الشكل بتاعنا ده. عبارة عن ايه? مكون من ايه? انا ما بقاش عارف. والله لا. لو انا اخترت بوليجن. لا دي بوليجن دي كلها على بعض. ده مش متقسمها. تمام? اقول والله انا ممكن اه لا بس احنا خلينا نرجع طالما الحاجات فيها حاجات صعبة. خلينا نرجع هنا الاول. عشان ما تتلابطوش معي. تمام? انا افتكارت الارضة هي هتبقى متقسمة فكنت اقول لكم على حاجة سريعة. طيب خلينا نعمل بوكس تاني. تمام? لو انا دلوقتي عايز عايز اقسم البوكس ده. اناعمل او نعمل على طول. هنا. لو انا عايز اللي انا اقسم المربع ده لتنين. انتوا معايا يا جماعة ولا ايه? ايه معاك. ايه معاك اشترك. طيب حالك. انا بس بشوفكم انتم مني وانا ايه. طيب. ايه ده تبول بوليجن. لو انا جيت عايز اقسم الشكلي ده نصين. بالطول. احنا تتكلمنا على السيجمانس اللي هي مهمة بالنسبة لنا اللي احنا بنعمل الحاجة سموس وفي نفس الوقت بتحمل على كارت الشاشة. بس برضو المهم اللي احنا لو احنا عايزين نغير في الشكل ده بمعنى. عايزين مسلا اه فاكرين الحيطة اللي احنا رفعناها نعمل مربع هنا والمربع ده اه يمثلي الشباك. لو انا جيت انا ممكن مسلا اختارت البوليجن ده. عايز اعمل بوليجن جوه بوليجن. يمثلي الشباك مسلا. فانا اقدر اعمل هنا. ادوس لما اختار بوليجن. بادوس كليك يمين. وقال له انست. الاوامر دي انا احفظها ونفهمها. بتعمل ايه. لو انا دست انست فانا اقدر اعمل ايه. مربع جوه مربع بالشكل ده. بيعمل لي زي مربع موازي للمربع اللي برا. واحد اللي انا اتحكي. الا ايه على بعد كان. بصوا. مسلا انا عن بعد واحد صنط اتن صنط اي ان كان الشكل. شوف الدنيا. انا مسلا بعمل كده. مسلا ايه. احنا مش مهم دلوقتي بالنسبة لنا الابعاد قد ما هوهم دلوقتي الكونسبت. خلاص? مجرد لما دليت وانا فتحت اعملت فتحة. بس كده. طيب. ده بالنسبة لو احنا على البوليجن. طيب احنا ممكن نعمل ايه تاني? ممكن والله من نزام الاج. لو انا جيت على الاج. اقول له انا عايز اللي انا اوصل خطوط ما بين الاج وبعضه. يعني مسلا ممكن اعمل ايه? ممكن اعمل كت. وكت كده. ماشي. وكت كده. مسلا. وكت كده. وكت كده. كده انا ولدت بوليجن في النص. اقدر اتحكم ودليته. مسلا. ده فكرة. بس القاتل ممكن ما تبقى الدقيقة قوي. عشان انا بعملها ماني. طيب. لو انا عايز اعملها. اقسم ده بدأ بابعاد اه يعني اقسمه بالمزبوط يعني. اقسمه على ثلاث حتات مسلا. اقول له ايه? انا اخترت الاثنين اجز دول. اقول له وصلني ما بينهم. اوصل ما بينهم ازاي? اقول له والله كونكت. كونكت وادوس كريكين. اتنين. بس ده ادوس اتنين. وادوس صح. وامسك الاربع اجز دول واقول له كونكت. باتنين برضو. عمل اللي هو ايه? مربع في النص ودليت. ده مثال. طيب. اللي احنا عندنا يعني ده كده ايه? دي دي حاجات احنا بنحفظها. الفيرتكس عمتها. لو نجد نتكلم على الفيرتكس. اللي احنا ممكن نقدر نعمل. هو الدليت هنا بعمل كليك يمين واختر دليت? ولا هو الدليت بتعمل ازاي في المكس? اه. كليك كليك على اي حاجة ونعمل لها ده كده ايه? ده الشغل اللي احنا بنعمل. طيب. اه دي افكار انا قاعد بقول لكم ازاي ببساطة اللي احنا ايه? عن طريق التحكم في الحاجات دي كلها. نقدر نعمل حاجة معين. طيب. احنا الاول في ايدة بولي. جينا واتلعنا فوق. وقولنا والله لو احنا عايزين نعمل اتاتش. فكوننا بنختار مسلا ايه? يعني وجينا بوكس جمي بوكس. اقول ايدة بولي بس ايه? او امره كتير? بس في الاخر هتفهموا اللي هو سهل. لسه. لو احنا عملنا كده بوكس اهو جمي بوكس. اخد انا وانا الحاجة اللي عاملها ايدة بولي. اقدر اخش وعمل اتاتش. اخد معي البوكس ده. واصبح ده جوه شبه الجروب شوية بس هي مش جروب فعلين. هي حاجة اقدر اعمل لها ايدت. باتحكم فيها. تمام? واختار كده واقدر الغيه. ده ايدت بولي. بعمل ايه تاني? واحدة واحدة. ممكن اختار اهو. الشكل ده. واكليك يمين وعمل لها شنفر. اقدر ايه? شايفين? اخلي الفيرتكس نفسها تقعد يعني ايه? تعمل لي معاها جنبها كده كزا نقطة. وينزلوا ونخفضوا معايا. لكني ايه يعني مش عادة نصفها لكم الزاوة. هي متل مش هنستخدمها كتير. بصوا تعالى لو قلتلكم الشنفر. خلينا مسلا لو عملنا على ايدج. عملنا الشنفر هتفهموا اكتر. الشنفر على ايدج. بعمل لي ايدج. بعمل لي ايدج و ايدج. وينزل كده ايه? يفرغ ما بينه. يفتح ما بينه. ده الشنفر بتاعي. وممكن اكتر. يعني مهمة في يعني في زاوية ترابيزة. اه في الشاكات المتبقى الشارب. بصي شايفة لما عملت الشنفر وراح تعمل كزا ايدج. رح عمل لي ايه? عملهولي اه. عمل لي اه. عمل لي الجزئية دي. نعمة كنها ايه كيربي. اقدر برضو رح دايس علامة صح. ما سيبش ما دوس علامة صح. الا يعني ما روحش على حاجة تاني ما اختارش ايدج تاني. بص لو اختارت ايدج تاني. لغا اللي هناك. عمل ال ايدج التاني. لو انا اختارت هنا. اه. لو اختارت اللي اتنين. شايفين? اه. شايفين? هي مهمة لو حد بيعمل لحاجات معينة يعني. مش بياخد وخلاص. بالضبط. وادو الصح. كده انا خلصت. تمام? ده شكل مسلا. الاوامر بتاعة الايدج بولي هتلاقي كلها شمه بعض. بس كل حاجة بتعمل حاجة. يعني مسلا احنا بنتحكم في الفيرتكس. مسلا انت مسلا عايز الشكل ده يبقى ممطوط من هنا مسلا. فانا ممكن اهجر حرك كده. حرك كده. مسلا. بالفيرتكس. ممكن اللي انا بنفس الفكرة اختاري ال ايدج بس. واعمل سكيل. عايز الاتنين ايه? احركوا مع بعضها. هي الشامفر بتتعامل على الفيرتكس? ولا بتتعامل على اني واحدة فيهم? بتتعامل على الفيرتكس. بتتعامل على ال ايدج. كل حاجة لها لما تدوس بتلاقي القائمة بتاعتها فيه شوية حاجات كده الاوامر هنا. وفيه اوامر بقدر هلاقيها برضو نفس الاوامر دي زي ال ايدت بولي. زي قصدي ال ايدت بس انا هقلمكو حاجات اللي ايه هتفدكو لمجرد اللي انتو تبقوا فاهمين الوضع. طابل اللي عمل ال ايدجز ده ده كان من فين من الفيرتكس? ولا بنقاني واحدة للشامفر لعمل ال اه الراوند كورنرز. انا اخترت ال ايدج وعملت الشامفر. ادرت اللي انا ايه? بعمل الاماونتة. لو ده كده عزيره بس بيبقى الشكل لسه ايه? مجرد لما اجي هنا. هو كده الشكل بقدر ايه? احدده. بصي? انا خليت الكيرف اهد. اهد كده بتاعة زود السيجمانز. فده بقى دي كيرفت. انا خليها لي كيرفت. وادوس على علامة صح او اختار حاجة تاني. اختار حاجة تاني. بعملت ده كيرفت. اختار ده. ده كيرفت. بس طبعا ده دخل مع ده. عشان الكيرفت كبير فبوز الشكل. طيب خلينا نعمل مسلا مبنى لازق في مبنى. يعني ايه? لانا مسلا عايز مسلا وليكن اه هعمل مسلا مربع زي كده. ونقول ايه? طالع منه ايه? زي ما مر. نعملها ازاي مسلا. والله هيقول له هتلاقوري خيم شوية في الاول. بس لما انت نطبق على الحاجات هتلاقى موضوع سهل. هو ايه الحاجات تتحول يعني غير البوكس? البوكس او اي حاجة اي حاجة سري دي تتحول حتى لو الغرفة مسلا اللي احنا عاملينها دي تتحول لادب البولي برضو? بالزبط كده. طيب تعال اواريكي له جرفة بتاعتنا هاي. ايدي ايدبولي هو. الارضي ايدبولي. عشان سري دي. طيب انا دلوقتي عايز الغي الحاجات اللي عالجانب. مش محتاجة انا عايز الشكل لكنه مستطيع. مسلا يعني. اه ممكن اقول له والله انا عايز بقى ايه? اقول له عايز اكت مسلا النقطة دي بص كت بقى لما باجي اعمل كت. تركزوا معاه في النقطة دي. عامل كت. لو انا جيت كلكي كده وعملت كت. عايز اقطع الحتة دي. ليه اقطع الحتة دي? عشان يبقى عندي اتنين هنا. اقدر ادلتها. ادلت دي. ادلت دي. انا دلوقتي مش عارف ادلتها. لو ما اختار بسليكشن بوليجن. وعملت انا بدلت الوش بتاع البوليجن كله. بصوا. لأ طب انا عايز ادلت دي بس. الجزئية دي بس. اعمل ايه? اقول له والله اعمل لي كت. خلاص? اكت اوه. ده ماذا? خلاص? عملت كت للنقطة دي. مع النقطة دي. خلاص? اهو. مع النقطة دي. شايفين العلامة بتاعة الكت لما بتتغير لمجرد لما اقرب بالنقطة? كده بيقول لي ايه? انا اختار النقطة. واعمل كت كده وعمل كت كده. خلاص? واجي اقول لي والله كده انا عملت بوليجن جديد. شايفين بقى ايه? الدنيا تقسمت. اقول له والله دي دي مسلا. وايه? انا مش عايز الظهر مسلا ككل. او اللي انا مسلا لو جيت في الظهر عايز اعمل نفس الحوار. اقول له كت. برضو مفاعلة في البوليجن. واو الاتش. كت. انا بعمل كت. وديليت. ماشي. بدلة الايه? الحيطة الصغيرة الليها مش محتاجها دي. اهي. ديليت. خلاص. نفس الحوار هنا. عايز اكات دي. اكات. او دي مع دي. واختار البوليجنز. دي. مش عايزة. واجه الف خلي بالك برضو تحت. ده كده وش واحد. او برضو تحت. هو كل الدليت في سريدي ماكس عن طريق الكيبورد بعلمة الدليت دي. انا معامل لها كده اوه ما عرفش بقى هل انا معاملها. لدينا معامل جميع någonting.